زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مبنى ديوان وزارة العدل في مديرية المعلى بالعاصمة الموقتة عدن حيث اطلع على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي تنفذها ضمن اسهامها في دعم تحقيق العدالة وطاف رئيس الوزراء بقطاعات الوزارة واستمع من وزير العدل بدر العارضة والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات المحاكم والتوثيق والشؤون المالية والإدارية والتخطيط والبنى التحتية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية اقب ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتمعا لقيادات وزارة العدل بحضور وزير المالية سالم بن بريك تم خلاله مناقشة اهم احتياجات الوزارة وخطط العام الجاري وما تتضمنه من اهداف واولويات تسعى الوزارة لتحقيقها ومواصلة جهود التطوير التنظيمي وتأهيل الكادر الإداري وأكد الدكتور معين عبد الملك تعم الحكومة لخطة التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بما بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين والمراجعين مشددا على دور وزارة العدل في دعم وإسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته وبما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وأشار إلى الدور الحيوي لوزارة العدل في إطار المنظومة العدلية وأهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الرهن اتخاذ إجراءات عجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم في تطوير المنظومة العدلية